اضراب في بلجيكا يشل الحركة في عموم البلاد احتجاجات دعت اليها النقابات العمالية المختلفة للمطالبة بتحديد سقف لأسعار الوقود علاوة على زيادة فورية على الأجور مكتب الاحصاء البلجيكي نشر أرقامه حول نسب التضخم التي تجاوزت 12% والتي تعد الأعلى منذ عام 1975 أرقام جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتي زادت في بلجيكا إلى أكثر من 63% نحن اليوم في الشارع لنطالب برفع معايير الأجور لأن الناس لا يستطيعون العمل ولا الحياة عليهم الاختيار بين الاحتياجات المنزلية والطعام أو الخدمات الصحية والبعض يذهبون للعمل مضطرين للمبيت في سياراتهم لأنهم لا يملكون سيار الوقود رجال سيكاك الحديدية خرجوا يتظاهرون اليوم لأن الحكومة لا أعطيت واحد الميزانية كافية لأن السيكاك الحديدية تؤدي دورها المواطنين كما ينبغي عديد من المؤسسات الحكومية والخاصة تأثر بمشاركة ألاف المتظاهرين في الإدراب العام حركة النقل والمواصلات تعطلت في مدن رئيسية في العاصمة ومختلف المدن البلجيكية مطار بروكسل الدولي بدوره أعلن إلغاء نحو 60% من الرحلات الجوية تحملنا الكثير قبل ذلك بسبب أزمة كورونا واليوم بسبب أوكرانيا وأزمة الطاقة المواطن لا يستطيع دفع الفواتير شركة الطاقة هي شركة خاصة يجب أن تتحمل مسؤوليتها بدل جني الأرباح الزائدة المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بتعديل قانون رفاهية العمال الذي يعود إلى عام 1996 والمرتبط بقيمة الأجور والرواتب مطالبات تعقد من خيارات صناع القرار في بلد يشهد أعلى نسب تضخم في جواره الأوروبي تختلف اللغة من عاصمة الأخرى في القارة العجوز لكنها تعبر عن نفس الغضب الاقتصادي الصعب واحتجاجا على غلاء المعيشة وترد القوة الشرائية خرج هؤلاء اليوم لمطالبة الحكومة البلجيكية باحتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة أزمة تغدي التضخم وتدفع بالمؤشرات الاقتصادية لمزيد من الركود باسل الطناني تيريتي عربي بروكسل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر